دايماً فترة الإعداد مهمة جداً بالنسبة للعبين فترة الإعداد تتوقف على النواحي البدنية واللياقة البدنية طول ما أنت بتبني صح أثناء فترة الإعداد تقدر توقف على رجلك صحة طول الموسم ما تبقاش فيه إصابات فعلشان كده دايماً بنلاقي فترة الإعداد النواحي البدنية أكتر شوية بنلاقي فترة الإعداد ممكن تمرين الصبح وبعد الظهر فترتين فمهم عشان تأسس لعيب صح تأسس لعيب بعد كده علشان الإصابات يقدر يشتغل مثلاً حوالي 40 مباراة أو 50 مباراة في الناشئين على مدار موسم كامل بدون إصابات فمهمة جداً فترة الإعداد كان معنا لقاء مهم جداً وكاميرا الأشبال كانت موجودة مع الدكتور رضا إبراهيم دكتور التربية الرياضية جمعة المينيا المتخصص في اللياقة البدنية نشوف الدكتور رضا أهم نصايحه إيه لللاعبين والاعتماد دايماً على فترة الإعداد نشوف قال إيه ونرجع لحضراتكو مرة تاني الإعداد البدنة ده مهم جداً لازم معظم المداربين بي عندها دراية بيه اللي فيه عناصر اللاقة بدنية متنوعة أساسية من ضمنها المرونة والرشاقة والإطالة والقوة والسرعة والتحمل فالموضوع ده مهم جداً مرتبط ببعض ما فيه عمصر أهم من التاني ولكنها عناصر متكاملة مع بعض فبالنسبة للناشئين لابد أن المداربين بيكون عندوا علم بهمية مثلاً الإطالات والمرونة للمفاصل لأن الإطالة دي بتبقى أساسية في أي عمل عضلي موجود لأن مهارات كورتر قدم متنوعة منها جارب الكرة منها التصويب منها رمية التماس منها المراوغة كل المهارات دي مرتبطة بعناصر بدنية على سبيل المثال التصويب مرتبط بكوة عضلات الفاغدين الأمامية والخلفية وعضلات الضار فلابد أن المدارب يتم ببعون صور التقوية على أساس يقدر يبنى عليه المهارات إلى السياح بتاعها والله بناء الناشئ هو مش في الملعب بس لابد أن يكون قبلها مراحل التغذية والتغذية دي مهمة جداً في اللعبين والأسف في بعض أكاديمات كورتر قدم بيبدأ اللعب طبعاً بيبقى فيه تقصير من الأمر أنه بيحاول يدفع الاشتراك ويمارس الرياضة من غير كشف طب كشف الطب ده مهم جداً لأنه ممكن اللعب ده تكون عند بعض عناصر الدم فيها بعض مشاكل كالأنيمي أو صوت تغذية بالتالي الانديورنس أو التحمل بتاعه إيش يبقى مكتمل عشان يكمل المهارات الحركية بتاعته عشان كده لابد من عمل فحص للعيبة ومن ضمنها كشف القلب اللي هو لازم يكون سليم نسبة 100% رقم 2 تحليل الدم بتاعته ما يكونش عنده أنيميا لأنه ده ليه علاقة بسوء التغذية واللعب عشان يجري في الملعب لابد أن يكون فيه وفرة تكسجين وفرة مواد غذائية وفرة طاقة أن الطاقة دي لما بتتحرق تبدأ تتحاول إلى نشاط حركي يقدر اللعب يؤدي وقت المباراة وحتى لو فيه كسرطايم يقدر يكمله رقم 1 الصهر بعض اللاعبية بتصهر كتير جدا وبيهمل فترة النوم وفترة النوم دي مهمة جدا جدا للبناء العضلي ففترة النوم دي مثلا من الساعة 10 مساء لحد خمسة أو ستة صباحا من ستة لثمان ساعات فترة النوم بعد اللعب الأسن بتصهر والصهر ده بيأصر على الجهاز العصري بتاعه بالتالي مش هيقدر يكمل المهارات الحركية اللي احنا تكلمنا فيها الإصابات بتبقى متنوعة لو هي الإصابة مفاجأة نرجع لنقطة عدم الإحماء الجيد وهي الإطالة الإطالة معناها أن أنا بعمل أو مطاطية للعضلة أقصى إطالة ليه الإطالة دي بتساعدنا في هي نشوف نموذج كان رونالدو جاب هدف فترة عالي جدا الجنب بتاعه كان عالي جدا ده إن عضلاته قوية معد إعداد قوي كل عضلات جسمه فيها تناسك الكلام ده لازم يكون فيه تأسيس من النشئين فلابد الاهتمام بالإطالة بتاعت اللعب والتقوى بتاعت اللعب في حدود قدرة اللعب نشوف بعض اللعيبة لأسف أو في النشئين بحط حواجز مرتفعة الحواجز دي ممكن تبقى ضرة لللاعب فأنا مش عايز أشوف تدريب والليدو أنا شوف المراحل السنية والعمروي بتاعتي إيه لعمر الزمن بتاعها وشوف أداة تناسب السن ده والله الإصابة ما فيش إصابة بتفرق من سن السن ولكن بتبقى فيها شكل الإصابة نتيجة الالتحام أو نتيجة الاشتراك العنيف في الملعب ولكن هي الإصابة واحدة يعني أنا ناشئ جات له إصابة في العضلة الخلفية لعيب كبير جات له إصابة في العضلة الخلفية هتكلم مثلا إزاي العضلة الخلفية دي بيحصل فيها إصابة بيرجع لسبب أن اللعب بيفتح سبرينت ومش عامل إطالة كويس بيرجع أن اللعب أثناء سبرينت والتوقف المفاجئ وتغيير الاتجاه العضلة متوقفت انقباض كامل انقباض العضلة ده بأقصى كوة وهي مش مجهزة بدنيا في الجيم بيحدث فيه إصابة في العضلات والإصابة دي بتمر بمراحل أولها بيقى فيه شد للعب بيقى فيه إجهاد للعب أو كرامب أو تقلص عضلي لابد بيكون فيه أي جهاز طبي وخاصة في النواد الصغيرة للدرجة الثالثة والتانية وكلام ده كله لازم يكون فيه مخطط أحمال دارس وفاهم لازم يكون فيه خاصة تهيل إصابات الملعب لازم يكون فيه مكان للمساج أو للتدليج التدليج ده مهم جدا لكل اللعبة في الألعاب المختلفة عشان يفك التقلص العضل أو الإجهاد العضل الموجود ده اللي هي المرحلة اللي تيجي بعدها لإصابة والله رقم واحد فيه بعض أولاد الأمور بيشربوا سجار جدا في وسط الأولاد وبتفرجوا على الأكاديميات ومش بركزين جدا حتى في التراج بيبشوا بسجار وده طبعا ما نفعش لأن السجار دي بتأثر على صحة اللاعب خاصة الولد بيشوف والده قدوة والسجار دي مهم جدا وخطر أرجو أن احنا نتجنبها ونمنعها في النواة دي وفيه قانون للبيعة والصحة بيقول أن التدخين ده بيعتبر ضر بالصحة أنا عاوز أقول أن التدخين ده فيه حاجة اسمها ملوثات الكربون وملوثات كتير جدا بتخش ليه العضلة بتوتروا للأكسجين اللاعب المفروض يتنفسه عشان يحصل انكباط ومبساط العضلة وأولاكسيد الكربون ده بيخش بالدم يتحد بيه كدرة مئتين وخمسين مرة أكتر ما بتتحد بالأكسجين فبالتالي العضلة مفهز الأكسجين يبقى بالتالي مش يحصل انكباط مش يحصل تحمل هيحصل تعب سريع جدا للعيبة في الملع والله فكرة الأجبال دي مهمة جدا جدا لأن لازم أي نادي يتم بالأجبال بتاعته أنا بحقيق على البرنامج بتاعه وأتمنى أن يكون فيه ندوات خاصة بالأجبال واصطدافة أسادزة متخصصين في الأحمال البدنية واصطدافة أسادزة متخصصين في التغذية لأن التغذية دي هي بناء للعيبة هنقول بمثال بسيط فرق كتير جدا بين محمد صلاح وجوده في مصر وبرا لما راحل في ربور والدول الأوروبية فأنا في خيال زيارتي بيهتم بكل حاجة أول حاجة النوم التغذية السليمة الكشف الطبي الفحص الطبي كل العوامل دي بتبرز المهارة اللي عند اللعبة فكلها مجموعة متكاملة البيت والأسرة والمدرسة والنادي هو ليه الأمر كل دي عوامل مساعدة في نجاح النشو موسيقى موسيقى